مشاهدين للحديث أكثر عن ملف زيارة رئيس الوزراء إلى واشنطن ومساعي عودة التيار الصدري أيضا للمشهد السياسي ينضم إلينا دكتور علي مهدي مدير مركز بغداد لتنمية القانونية والاقتصادية دكتور مرحبا بك معنا في نشرتنا الرئيسة بداية عدم التخلي عن واشنطن في المجالات الاقتصادية هكذا يسعى السوداني خلال زيارته المرتقبة إلى واشنطن سؤالي هو هل هي رسالة تطمين إلى الولايات المتحدة شكرا جزيلا لاستضافتك وتحياتي لك وكل تابعي قناة دجلة أعتقد يمكن المقالة التي كتبها السيد السوداني إلى أحد المجالات الأمريكية أعتقد تعتبر هي افتتاح لهذه الجولة وأعتقد هذه الجولة هي تأخرت كثيرا كان المفترض من العام الماضي التم لكن تأجيلات الأوضاع المضطربة والأخص بعد الصدام اللي صار بين القوات الإسرائيلية والفلسطينية في قطاع غزة ورباك الوضع عموما بالمرطقة تم تأجيل هذه الزيارة أنا أعتقد هذه الزيارة جدا مهمة بحاجة إليها السيد السوداني لأنه أعتقد اللقاء المرتقب مع بايدين رغم انشغاله بالانتخابات الأمريكية ورح يحدد له فترة محددة وأعتقد هذه فترة طويلة رح يبكي بحدود أسبوع رح يبقى السيد السوداني في الولايات المتحدة الأمريكية يزور عدد من الولايات ومعه أيضا وفد ضخم من رجال الأعمال ومتعددي المناصب أنا أعتقد هذه الزيارة مهمة لتنظيم العلاقة اللي أشافها الكثير من الإشكاليات بحكم طبعا أولويات كل طرف من عدها يعني بالتأكيد القوى الإطار التنسيقي قسم من عدهم يرغبون بعدم بقاء أي جندي أمريكي على الأراضي العراقية لكن ليست كلهم بنفس الموقف أعتقد أكو تباين وأكو هناك عدم رغبة لمغادرة الأمريكان من قبل التقدم من قبل الأحزاب الكردستانية فأنا أعتقد هذه الإشكاليات كلها حملها مع السيد السوداني لكن بنفس الوقت حصل تفويض تفويض من الإطار التنسيقي من القوى الكردية من القوى السنية نقدر نقول باتجاه أن يمثل الدولة العراقية وهناك رضا كامل عن وضعها ونطق يعني هناك تطلعات كثيرة بأنه راح يتم إعادة رسم العلاقة بشكل أفضل بشكل أحسن وأنا أعتقد يمكن نتائج المباحثات ما بين اللجنة العسكرية والولايات المتحدة الأمريكية وفق العلاقة مع التحالف الدولي وبدأ علاقة ثنائية قوية ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والعراق وطبيعة هذه القوات أعتقد هناك حديث بأنه بحاجة للعراقيين للدعم اللوجستي الدعم التقني الدعم الإلكتروني من قبل القوات الأمريكية للقوات العراقية بمحاربتها لداعش لكثير من الأمور التي تحتاجها فأعتقد هناك أهمية لهذه العلاقة وأنا أعتقد أول مرة السيد السيداني يؤكد على تضحيات الجنود الأمريكان ما قدم الأمريكان أعتقد هذه اللغة تقريبا العراقيين نشوها من قبل القوى السياسية العراقية والأخص المحشوبة على إطار التنسيقي أنا أعتقد بالمادة التي طرحها السيد السوداني بالمادة التي كتبها هذه عودة إلى العلاقات السابقة وأكد على أهمية هذه العلاقات وقدرة الولايات المتحدة الأمريكية لمساعدتنا دكتور علي دعني أرحب بك من جديد يعني إعادة رسم الخارطة بين بغداد وواشنطن هل ستتأثر بتطورات التي تشهدها المنطقة بالتأكيد بشكل آخر تطور لكن أنا أعتقد مرور أكثر من ستة شهر على هذه العمليات أنا أعتقد يمكن صار احتواء كامل لطبيعة أي تطورات يعني عكسية وحتى ضربة الإسرائيليين للسفارة الإيرانية وقلصية الإيرانية في واشنطن وحتى دور الحكومة العراقية بتهديئة الأجواء أنا أعتقد يمكن طلعنا من منطق العمليات الغير محسوبة فبهذا أنا أعتقد من هالناحية ممكن في هذا الجانب ممكن يطمئنان إلى هذه الأمور وأنا أعتقد السيد السوداني يضع الأمريكان لإمكانية أن يكون دور للولايات المتحدة أكبر بالضغط على الإسرائيليين في هذا الجانب وأن يكون العلاقة العلاقة التنائية جيدة وأنا أعتقد هالمرة كل التصريحات تتأكد على تفعيل اتفاقية الإطارة الاستراتيجية سنة 2008 التي عقتها السيد المالكي مع الولايات المتحدة الأمريكية أنا أعتقد بصراحة كان هناك أغفال لهذه الاتفاقية هذه الاتفاقية بمجالات تخصي البيئة طيب التعليم الكثير من الأمور تم أغفالها والتركيز على الجوانب الأمنية والعسكرية والسياسية أنا أعتقد الدعوة إلى تفعيل هذه الاتفاقية أنا أعتقد تخلي العراقين بمؤمن عن أي مواقف سلبية من قبل الإدارة الأمريكية طيب دكتور علي استكمالا لحديثك في الحكومات السابقة من سابق سيد محمد الشعاع السودان من رؤساء الوزراء لم ينجحوا في إبعاد العراق عن الصراع الأمريكي الإيراني هل سيستطيع سيد محمد الشعاع السودان يفعل ذلك؟ أنا أعتقد قدرة العراق على وقف هذا الصراع وتحديد مداياته أعتقد محدودة أعتقد الأمريكان كله زين يعرفون السيد السوداني هو يعني منتخب من قبل الإطار التنسيقي اللي الكثير من القوى السياسية المرتبطية عندهم علاقات متميزة مع إيران والأمريكان يشغلون باتجاه أن سحب البساط من هذه الناحية ويعززون مكانة السوداني اللي أعتقد هو يلعب دور نوع من التوازن ما بين الطرفين في هذا الجالب وحتى حديث الأخير قال إعلان الحرب والسلام هو اختصاص الحكومة العراقية قصد اختصاص الدولة وليس الفصائل أنا أعتقد بهذه التعبير واضح بهذه الجانب هم يريدون يعززون من مكانة السوداني ويحسون بدأ شعبية لا بأس بها للسوداني في هذا الإطار هم أنا أعتقد قبولهم لزيارة السوداني بعد الممانعة والتأخير هو لتعزيز مكانته أمام بعض المنافسين إليه فأعتقد يمكن على السيد السوداني يستثمر هذه الزيارة لتعزيز مكانته ورصيده السياسي والشعبي لأنه كان بصراحة يفتقد إلى رصيد سياسي أنا أعتقد لقاءة بالبايدن ولقاءة بالكثير من الأصحاب القرارة الولايات المتحدة الأمريكية وبالأخص مع البنك الفيدرالي وتطمين شركات الطاقة التي قسم منها دين سحب من العراق تطمينهم أنا أعتقد سيطيف بطاقة خضراء لتعزيز مكانته في الانتخابات القادمة دكتور علي دعنا نستثمر فرصة تواجدك معنا للحديث عن الثيار الوطني الشيعي هل يمكن اعتبار هذا الاسم هو بداية لتحشيد سياسي؟ أنا أعتقد يمكن هذا يفاجأ جميع سيد الصدر بهذه التسمية وأنا أعتقد يمكن هذه التسمية هي جد تدريجية لاحظنا أول مرة لقاء السيد صدر بالسستاني وبعدين أعتقد التحول الآخر هو معاقبة بعض المحسوبين على الصدر اللي يعتبرون فاسدين بعدين الغاء إلى موكب آل الصدر والعبور إلى الفضاء الوطني وبالأخير أعتقد هو دعوته للكتلة الصدرية اللي انسحبت من مجلس النواب أكد لهم بأنوا تمثلون الصدريين في الانتخابات القادمة ودعاهم إلى تعزيز علاقاتهم الشعبية وأنا أعتقد الفكرة الأساسية من هذه هو لخلق تيار شيعي غير محسور بالصدريين أنا أعتقد وصل قناعة كاملة السيد الصدر هو لو مفتح أكثر مع القوى الغير الصدرية في الانتخابات السابقة مفاتح جسور مع المدنيين الدموقراطيين القوى السياسية الأخرى كان حصل منصب رأس الوزراء لكن أعتقد هذا البنياء المرصوص وحسارة فقط بالصدريين خسر هذا الموقف أنا أعتقد الآن إعلان التيار الوطني كلمة التيار الوطني يعني يقصد بيها بأنه هناك أكو شيعة لكنهم غير وطنين أو غير ما يطلون أولوية للمصالح الوطنية فاعتبر الآن الانتقال هو التيار الوطني الشيعي هو يجمع كل القوى الشيعية كل القوى الشيعية التي لديها موقف من الإطار التي لديها موقف من التأثير الإيرانيين أو العامل الإقليمي أن يجمعون مع بعض ويهيئون نفسهم للانتخابات القادمة والتعبير الوطني هو أيضا انفتاح على الحزب الديموقراطي الكردستاني على التقدم الحلبوسي والقوى السنية الأخرى أنا أعتقد بهذه القضية ممكن هي السلاح ذو حدين قضية الشيعي يمكن هناك تخوف من عودة إلى المذهبية والطائفية لكن من نفسه التأكيد على الطابع الوطني أنا أعتقد هذا راح يفتح باب مجال واسع للصدريين للانفتاح على كل القوى التي يعني لها مصلحة أن توقف أمام الإطاريين وسيطرتهم على المقاليد الحكم في الوقت الحاضر الدكتور علي مهدي مدير مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل ترجمة نانسي قنقر